حفتر يتعهد بالتصدي المستعمر التركي وترضي المرتزقة من الأراضي الليبية وزير خارجية لبنان يسلم استقالته رسميا لرئيس الحكومة اليوم امتلاق جولة جديدة من مشاورة تشكيل الحكومة التونسية العشرة صباحا ثامنا بتوقيت تاكري ناتش نشرة اقبارية مفصلة تأتيكم من القهيرة مرحبا بكم في البداية نرغم من جميع المصريين اخذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي اهلك احمي بلدك نبدأ مع حضراتكم مشاهد الكرام هذه النشرة ونبدأها بالشأن الليبي فقد اكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ان الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي دارسا كبيرا مع استمرار الانتهاكات التركية في ليبيا جدد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر تعهداته بالنصر وترد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية بيتنا الكبير هو وطننا ندافع عنه بأظافرنا إن لم نلقى سلاحا نقاتل به هذا حق بيتنا علينا شعبكم يرى فيكم الأمل يرى فيكم المخلص من المعتدين والذين شوهوا الدين الإسلامي مثل هذا المعتوه الذي قضى السماع والبحار لكي يصل إلى هذا المجتمع المترابط تصريحات حفتر جاءت على هامش تفقده جنود السرية العاشرة التابعة لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة حيث أكد أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسا كبيرا مشيرا إلى أن مرتزقة أردغان جاءت إلى ليبيا للبحث عن موروث أجدادها لكنها ستواجه الرصاص نحن حتى ولو أننا عدد صغير في مساحة تفوق أوروبا تقريبا مساحة أوروبا لكن هذا الشعب الصغير قادر أن يلقن دروس كبيرة ولهذا لا نحب أن نرى تركيا يمشي على قدميه أمام هؤلاء الأبطال لا رحمة لأنهم لا يستحقون الرحمة كان من المفروض أن نصيكم بالرحمة والمساعدة وغيرها لكن هؤلاء لا يستحقوا الرحمة أذاقوا كل أهلنا العذاب الأسواد اللي قلوا عليه ويعمل أردغان للزج بالمرتزقة إلى ليبيا لا للقتال فحسب بل يقول مراقبون أنه يخطط لاستخدامهم كورقة ضغط تجاه الدول الأوروبية بما يخدم أجندته المستقبلية التوسعية وبحسب مصادر سوريا فإن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا ارتفع إلى أكثر من 17 ألفا من بينهم 350 طفلا قدم وزير الخارجية اللبناني نصيف حتي رسميا استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب وطلب حتي في بيان عقب التقدم بالاستقال القائمين على إدارة الدولة إعادت النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إلاء المواطن والوطن الأولوي على كافة الاعتبارات قال وزير الخارجية اللبناني المستقيل إن لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة على حد تعبيره ولفتا إلى أن استقلته تأتي اعتراضا على الأداء الحكومي في عدد من الملفات وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من بيروت الكاتب الصحفي عباس صالح بداية أستاذ عباس بعد التحية ردود الأفعال تجاه هذه الاستقالة كيف هي حتى الآن؟ أستاذ عباس أستاذ عباس أسألك عن ردود الأفعال تجاه استقالة وزير الخارجية اللبنانية يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عباس صالح الكاتب الصحفي من بيروت على كافة الأحوال بالتأكيد جزيل الشكر الله نستكمل معكم مشاهي الكرام هذه النشرة تنطلق اليوم جولة جديدة من مشاورة تشكيل الحكومة التونسية بقيادة هشام المشيشي ومن المقرر أن يخصص المشيشي مشاورات اليوم للقاء الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان على وقع تحديات أبرزها إنعاش الاقتصاد ومواجهة الإرهاب يبدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي الجولة الجديدة من المشاورات التي يصفها مراقبون بالحاسمة خصصها المشيشي للقاء الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان ورغم أن المشيشي لم يعلن عن خارطة حكومته بوضوح إلا أنه أكد أنها ستكون مصغرة لا تستجيب لمنطق المحاصصة الحزبية لتفادي أن تكون عرضة للضغوط السياسية أو الابتزاز الحزبي أو المساومات الضيقة هذا الاتجاه ترجمه تصريحات أدل بها رئيس الحكومة المكلف خلال عطلة عيد الأطحى أكد فيها أن الحكومة القادمة ستكون لكل التونسيين وستهتم بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الأولويات ومن المفترض أن تتم مشاورات تشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما وفي حال عدم نيل الحكومة للثقة البرلمانية بمائة وتسعة أصوات سيكون أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها وإلى أن تتشكل حكومة المشيش في غضون المدة المسموحة سيواجه الرجل مهمة صعبة تتمثل في حج أغلبية برلمان منقسم في ظل اتهامات تلاحق رئيسها راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية وخدمة أجندات مجبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفتح تحقيق فيما وصفته الحكومة بأعمال منظمة لهذا استقرار البلاد بعد نقص السيولة في البنوك ونشوب حرائق ضخمة في الغابات وانقطاع طيار الكهربائي وإمدادات المياه وقال رئيس الوزراء الجزائري عقب اجتماع حكومي إن تعليمات الرئيس تبون بالتحقيق في الأزمات التي صحبت عيد الأضحى سببها للشبه بمؤامرة لضرب العلاقة بين المواطن والسلطات العمومية ومتحدثا عن وجود صدفة غريبة جمعت بين العديد من الأزمات في وقت واحد سيد رئيس الجمهورية كلثني ببداية التحقيق حول هذه الأشياء التي تكلمت عليها الحرائق ضخمة الغابات الثنين قبل السيولة في مراكز الباريد وناحظنا كذلك أن هناك نقص نسبي في المياه خاصة في أيام العيد لماذا سيد الرئيس أخذ هذا القرار أو هذا الأمر لأنه لاحظنا أن هناك غريب أن ينوع من الصدفة بين ثلاث عمليات في نفس الشهر تمس بعدم اشتقرار المواطن يعني خلق مشاكل للمواطن وعلاقة المواطن بالسلطات العمومية لاحظنا أن هناك نوع من المؤامرة لخلق إشكال خاصة في يومين الأسبوع قبل العيد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقع في محافظة خنيونس جنوب قطاع غزة وفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة استطلاع الحربية إسرائيلية بدون طيار استهدفت بصاروخين على الأقل لموقع غرب المحافظة مما أدى إلى الشعال النيراني فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة كما استهدفت طائرة أخرى أرضاً زراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خنيونس جنوب قطاع غزة وفي تطور لاحق استهدفت طائرات الاحتلال موقع غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة مما أدى إلى تدميره واشتعال النيراني بداخله ومن جانبه زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدفت موصفه بفرقة إرهابية كانت تزرع متفجرات بمحاذاة السياغ الحدودي مع سوريا في مرتفعة القلان وضف في بيان أن طائرات الإسرائيلية أطلقت النار على الفرقة المذكورة وأصابت أفرادها كما حمل بيان الجيش الإسرائيلي وحمل الحكومة السورية مسؤولية كل عمل ينطلق من سوريا ويمس الحدود الإسرائيلية أدانت سوريا لاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية وشركة نفط أمريكية مؤكدا أن تعتبره بطلا ولا غيا ولا أثار قانوني له وصف مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية لاتفاق بأنه يمثل سارقة واعتداء على سيادة السورية أكد الرئيس العراقي برهام صالح أن تنظيم داعش الإرهابي كان يهدف إلى الإبادة الجماعية ومحو الأيزيديين من الوغود وخلال كلمتي بمناسبة ذكر إبادة الإيزيديين أكد صالح أن صمود الشعب العراقي ووحدته وتكاتفه خيب أحلام الإرهابيين وأملهم كما أشار إلى دروية العمل الحثيث والمخلص لمعرفة مصائر المفقودين والمختطفين أحييكم أيتها السيدات وسادة الحضور وأنتم تلتقون وتستعيدون ذكرى المأساة الإنسانية التي تعرض لها الإيزيديون في مثل هذا اليوم مع إقدام مجرمي التنظيم الإرهابي داعش على غزو واحتلال سنجار وارتكاب أفضع الجرائم لقد كان هدف الإرهابيين الإبادة الجماعية ومحو الأيزيديين من الوجود لكن صمود شعبنا ووحدته وتكاتفه خيب أحلام الإرهابيين فيما لن ينسى الضمير الوطني والإنساني هذه الجرائم التي اقترفها داعش والتي فاقت ببشاعتها وتجاوزت بلؤمها ما حفظه التاريخ من جرائم قتل وإبادة وترويع وتدمير من التي مارسها الغزاة والقتل على مر العصور نفذت طائرات تركية أغارات استهدفت إحدى المناطق على أطراف مدينة كاركوك شمال العراق في اعتداء سافر جديد وفد شهود عيان بأن عمدة الدخان تصاعدت قرب موقع سقوط الصواريخ في أطراف المدينة دون معرفة حجم الخسار قدمت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد في وقت سابق ومطالبة أنقارة بالتزام حدودها واحترام سيادة دول الجوار أعلنت وزارة الصحة خروج 1318 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفات وذلك بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 42455 حالة أضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و31 حالة وفاة تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبت الثمانية عشر مليون إصابة وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية وفق الإحصاء فإن أكثر من نصف الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر تضرورا في العالم تليها البرازيل ثم الهند حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا سيكون طويل الأمد وأشارت إلى أن مستوى المخاطر العالمية للفيروس مرتفع للغاية ودعي إلى استجابة وطنية وإقليمية ودولية أكدت لجنة الطوارئ بالمنظمة نموضم سكان العالم يمكن أن يتأثروا حتى أولئك الذين لا يقتنون في مناطق متضررة بشكل كبير بالوباء مع استمرار تسجيل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بدول العالم خرجت تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من أن كوفيد-19 سيكون طويل الأمد المنظمة قالت أن مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية داعية إلى استجابة وطنية وإقليمية ودولية كما أشارت إلى أن معظم سكان العالم يمكن أن يتأثروا حتى أولئك الذين لا يقتنون في مناطق متضررة جدا بالوباء يأتي هذا في وقت تقترب فيه حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم من 18 مليون بينما تجاوزت الوفيات 680 ألف حالة من بينهم أكثر من 200 ألف شخص في أمريكا اللاتينية والكاريبي نحو 75% منهم في البرازيل والمكسيك لتصبح ثاني أكبر منطقة متضررة في العالم جراء كورونا بعد أوروبا ومع مخاوف من الموجة الثانية بالقارة العجوز أعربت النرويج عن خشيتها من تفش جديد للفيروس بعد اكتشاف إصابات على متن سفينة سياحية وتم اكتشاف عدة بؤر جديدة هذا الأسبوع غرب فرنسا حيث سيتم فرض وضع الكمامات بشكل إلزامي في الأماكن العامة في 69 مدينة وسينبغي على الركاب القادمين من 16 دولة إلى مطارات باريس تقديم نتيجة فحص للكشف عن كوفيد-19 أجري قبل أقل من 72 ساعة من موعد الرحلة أو إجراء الفحص في المطار من جهتها منعت بلجيكا الصفر غير الضروري إلى عدد من المناطق في إسبانيا وسويسرا وفرنسا بسبب وضع وباء كوفيد-19 على أراضيها وفي استراليا شددت السلطات تدابير العزل المفروضة منذ عدة أسابيع في ميلبورن ثاني مدينة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مع فرض حظر ليلي ومنع حفلات الزفاف للمرة الأولى وفي الفلبين أعدت مجموعات تمثل عشرات الأطباء رسالة مفتوحة على شكل استغاثة إلى الأمة محذرين فيها من أن النظام الصحي بات عاجزا عن تحمل مزيد من الأعباء سجلت الولايات المتحدة سبع وأربعين ألف وخمسمائة وثماني إصابات جديدة بفاروس كورونا إضافة إلى خمسمائة وخمس عشر وفاة في أربع وعشرين ساعة وفق تعداد لجماعة جونز هوبكنز يمثل الإحصاء الجديد تراجعاً مقارنة بالأيام الخمسة السابقة والتي سجلت جميعها إصابات تخطط الستين ألف وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من أربعة ملايين وستمائة وخمسة وستين ألف بينما بلغت الوفيات مائة وأربعة وخمسين ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثين شخص مما يجعلها الدولة الأكثر تضروراً جراء الفيروس في العالم قال خبراء في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفاشي فيروس كورونا وقالت منصقة البيت الأبيض لمكافحة كورونا إن عضو كورونا باتت تنتشر بشكل غير عادي في المناطق الريفية والمدن على حد سواء ومؤكداً ما تشهد بلادها في هذه المرحلة من العدوى مختلف عما مرت به في شهري مارس وإبريل وحذرت جميع المواطنين الأمريكيين من عدم اتباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعية وجه رئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات غير مسبوقة لكبير خبراء الأمراض المعدية في إداراته أنتني فاوتشي وابدأ شكوكاً في تحليله للوضع الوبائي للبلاد كان فاوتشي وهو مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية قد قال إن ارتفاع حالات كورونا في البلاد ناجم بالأساس عن عدم المبادرة إلى الإغلاق بشكل كامل على غرار ما فعلته دول أوروبية إلا أن ترامب رفض تحليل فاوتشي وقال على تويتر إن عدد الإصابات في الولايات المتحدة هو الأعلى في العالم لأنها أجرت عدداً كبيراً من الفقوص وصل إلى ستين مليون اختبار وهما لم تقم به أي دولة أخرى سجلت البرازيل تراجعهم في الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات بفارس كورونا لينخفض عدد المتوفين اليومي إلى مدون ألف شخص لأول مرة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 25800 إصابة جديدة و541 حالة وفاة خلال اليوم الأخير وذلك بعد أكثر من 25000 إصابة قبل يومين وحسب معطيات الوزارة فقد وصل إجمالي وعدد الإصابات بفارس كورونا في البلاد إلى أكثر من مليونين و733 ألف وحصيلت الوفيات إلى أكثر من 94100 شخص أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفارس كورونا وقالت لجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة 36 حالة مقولة محليا من بينها 28 حالة في منطقة تشينج يونج في حين كانت الحالة السبع الأخرى لأشخاص القادمين من الخارج قالت اللجنة إن مجمل حالة الإصابة المؤكدة بفارس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84428 حالة وظل عدد حالة الوفيات عند 4634 دون تغيير أعلنت وزارة الصحة الهندية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفارس كورونا المستجد في البلاد إلى 1.83696 حالة جاء ذلك عقب تسجيل 52972 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعتنا الماضية ووضحت الوزارة أن حصيلة الوفيات جرأ الإصابة بالفارس في البلاد ارتفعت إلى 38135 حالة وذلك عقب تسجيل 771 حالة وفاة جديدة ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفارس كورونا المستجد في فاكستان إلى 279876 حالة هذا وقد بلغت حصيلة الوفيات جرأ الإصابة بالفارس في البلاد 5977 حالة وفي إقليم السند تم تسجيل أكثر من 21 ألف حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم البنجاب أكثر من 93 ألف حالة فيما أعلان سلطات إقليم بلوشستان عن تسجيل نحو 12 ألف حالة أعلانت وزارة الصحة المكسيكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفارس كورونا المستجد إلى 439046 حالة وذلك عقبة تسجيل 4853 حالة إصابة جديدة قالت الوزارة إن حصيلة الوفيات جرأ الإصابة بالفارس ارتفعت إلى 47746 حالة وذلك عقبة تسجيل 274 حالة وفاة جديدة تتواصل ردود الفعل داخل تركيا والتي تنادد بإعدام ضابط كبير اكتشف التمويل القطري للإرهابين في سوريا عبر تركيا كان موقع نورديك مونتر السويدي والذي حصل على نسخ من وثائق قضائية للقضية قد ذكر أن أمر إعدام الضابط صدر من رئيس قيادة القوات الخاصة آنذاك بعد اكتشاف أن الأخير كان يعمل مع جهاز الاستخبارات الوطنية في إدارة العمليات السرية غير المشروعة في سوريا وذلك بدأ في تحقيق مكاسب شخصية وجارة تركيا بشكل أعمق في الحرب الأهلية السورية الرأي العام في تركيا لا يزال مشغولا بقضية اغتيال ضابط برتبة عميد كشف عن الدعم القطري للمتطرفين في سوريا عبر تركيا تفاصيل تلك القضية ضمتها وثائق قضائية نشرها موقع نورديك مونتر السويدي والتكشف عن الكثير من الأنشطة المشبوهة لرجال الدولة وأظهرت الوثائق اعترافات صادمة للعقيد فرات الأكوش الذي عمل في قسم الاستخبارات ضمن قيادة القوات الخاصة التركية في شهادته أمام المحكمة من بينها اغتيال الضابط المذكور وكشف الأكوش في شهادته أن الفريق زكايا كساكالي رئيس قيادة القوات الخاصة في ذلك الوقت أمر باغتيال العميد سامي احترزي لأن الأخير اكتشف أن كساكالي كان يعمل مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركية في إدارة العمليات غير القانونية والسرية في سوريا لتحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن أي تفويد من كبر الضباط في هيئة الأركان العامة مما جر تركيا إلى مستنقع الحرب هناك وبحسب الوثائق القضائية فإن الضابط الذي تم اغتياله كان يعرف مقدر التمويل الذي سلمته قطر إلى تركيا من أجل شراء الأسلحة والذخيرة للجماعة الإرهابية في سوريا وهو ما دفع رئيس قيادة القوات الخاصة إلى إعطاء أوامر لإعدامه حيث تم استدعاؤه إلى أنقرة من مقاطعة حدودية بحجة توفير الأمن له في المقر من ضد تهديد إرهابي في العاصمة التركية وتشير الوثائق إلى أن الضابط المغدور به كان على علم أيضا بأسماء المتورطين من الحكومة التركية في عملية تهريب النفط من سوريا إلى تركيا عبر صفقات مع تنظيم داعش وكيف كان يتم تقاسم الأرباح فضلا عن أنشطة أخرى مشبوهة كان يشارك فيها مسؤولنا من الدولة انتخذت البحرين التصريحات التركية بشأن الإمارات وصفة إياها بالعدائية وكادت وزارة الخارجية في بان الله استنكارها لتصريحات العدائية التي صدرت عن وزير الدفاع التركي خلوسي أكار تجاه دولة الإمارات واعتبرتها استفزازا مرفوضا يتناقض مع العرف الدبلوماسية وتهديدا لدولة عربية شقيقة تميزت بموقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي كشف استطلاع جديد للرأي أجره مركز راسيا لبحاث الرأي العام أن شعبية أردغان وحزبه تراجعت في تركيا أوضح الاستطلاع عن سياسات أردغان خلال السنوات الأخيرة هدفعت الكثير من المعطين للتراجع عن دعبه شعبية أردغان في تراجع ولم تفلح محاولاته الأخيرة وقراراته لحشج الأصوات والتأثير على الشعب التركي وآخرها قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد تراجع كشفه استطلاع جديد للرأي في تركيا حيث اعتبر 99.7% من المشاركين أن قرار أردغان بتغيير وضع آيا صوفيا وتحويل المتحف إلى مسجد لن يكون له تأثير على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة عازيا السبب وراء تراجع شعبية أردغان إلى سياساته خلال السنوات الأخيرة والتي دافعت الكثير من المواطنين للتراجع عن دعمه وشدد من شملهم الاستطلاع على أن المخاوف الاقتصادية والبطالة من أكبر المشكلات التي تواجه تركيا حاليا استطلاع الرأي أظهر أن 48.6% لن يصوت لصالح أردغان في الانتخابات المقبلة نسبة ارتفعت عما تم تسجيله في استطلاع أقري في أواخر مايو الماضي والذي أظهر أن 46.9% ممن شملهم الاستطلاع لن يصوت لأردغان إذا ترشح لولاية ثانية وبشأن الأداء العام لأردغان كرئيس قال 42.10% ممن شملهم الاستطلاع أنه لم ينقح الآراء السلبية لم تقف عند أردغان بل نالت كذلك من حزبه الحاكم العدالة والتنمية فعن الأداء العام للحزب قال 41.10% من المصوتين إنه كان فاشلا إذن شعبية أردغان في تراجع ملحوظ بينما يستمره في محاولاته اليائسة ليبقى رئيسا مدى الحياة بعد أن سيطر على القضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية فتحت الكنائس الأرسزوكسية اليوم أبوابها للقدسات بعد توقف دام أشهر بسبب تفاشي فيروس كورونا وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وضعت الكنائس ضوابط وإرشادات للتسجيل وحضور القدسات حيث شملت أشروط التسجيل مسبقاً إلكترونياً واكتفاء بحضور الشخص القدس وحد فقط خلال الشهر الشعب يرجع الكنيستة ويحضر الدياس في الكنيستة ده عيد وبرضه ده تزامن مع آخر يوم في عيد الأطحى المبارك يعني بنقول إن إحنا طول عمر مصر يعني كتلة واحدة ونسيج واحد حتى شاءت الظروف يكونوا عادين في نفس اليوم فإحنا بنتهز في وسط وهان يوقاتنا المسلمين بعيد الأطحى المبارك إحنا بنسبلنا في الكنيسة تواصلنا مع الشعب الفاترة الفاترة دي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كان يموقع عن نت وكده وحجزنا لهم يحضر الأدسات تابع الإجراءات الرسمة إن يكون كل واحد قاعد في الدكة لوحده بيكون هو داخل من برة أصل الحرارة تعقم بكهل ورجله تعقم بكلور يقشي كنينسة في أماكن معينة محتمله على الأرض على مات معينة يقف عندها عشان حفظ اعتواد الاجتماعي استرد وزير المالية محمد معيط جهود تحديث منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات وأكد وزير المالية على تضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية بما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية وفقا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية كما مشدد على توجيه النفقات إلى المسارة المحددة بتعون مع الجهات الإدارية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء رؤية مصر عشرين ثلاثين يتوقع خبر أهوية الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم تقص حار رطب على القهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الغربي ومئلة الحرارة على السواحل الشرقية فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلنا لختام هذه النشو وهذه تذكرة بأبرز العنوين حفتر يتعهد بالتصدي للمستعمر التركي وترضي المرتزقة من الأراضي الليبية وزير خارجية لبنان يسلم استقلته رسميا لرئيس الحكومة ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء